عشان كده دايما بقول لحضراتكم ان التلات نقاط خلال الفترة الجاية وبدأناها من المباراة السابقة ان مباراةنا خلال الفترات القادمة هي مباراة كؤوس لا تقبل القسم على اتنين بمعنى ان احنا عايزين نكسب اه دايما وبقول لكم هذا الكلام في بعض اللعيبة محتاجة انها تبزل مجهود اكتر ومحتاجة ان احنا نشوفها بمستوى افضل لان الفترة اللي جاية محتاجة كل لعيب عودت المصابين وفي اتنين خرجوا من المباراة اللي فاتت او تحديدا حمدي فتحي كان مصاب وخرج من المباراة اللي فاتت وحيعود له عشر تيام ولا حاجة الحمد لله ان هي جات على قد كده ولكن هناك من يعود حمدي فتحي خلال هذه المباراة وحنتكلم عن قائمة المباراة بعد قليل ولكن زي ما قلت لحضراتكم التلات نقاط دي مهمة جدا للنادي الاهلي لمواصلة الزحف ومواصلة الضغط على الخصوم او على المتنافسين علشان بقى الناس نبتدي نشوف لما يلعبوا تحت ضغط ايه اللي حيحصل الفترة اللي فاتت نادي الاهلي كان سايب الساحة لانه كان في البطولة الافريقية وبالتالي كانت الساحة فاضية لكن دلوقتي نادي الاهلي ابتدى يضغط على المتنافسين ابتدى يقول لهم انا رجعت يقول لهم انا مطشط المؤجلة بكسبها المستوى بتاعي بيزيد من مباراة اخرى عودة المصابين للفريق بترجع اللعيبة المصابة بترجع مرة تانية وبالتالي بتزيد من قوة الفريق عندك ناحية اليمين دلوقتي فيها اتنين او تلاتة لعيبة ناحية الشمال نفس الكلام في وسط الملعب نفس الكلام الاستوبر نفس الكلام كل مكان بقى اصبح عندنا لعب واثنين وتلاتة اه طبعا لم يصل كل اللاعبين للمستوى المية في المية اللي احنا عارفينه عنهم ولكن مع المباريات ومع دايما اللي بيبقى راجع من اصابة واصابة طويلة بياخد له مطشين تلاتة كده لغاية لما بيدخل في اجواء المباريات والشكل اللي الناس منتظرينه منه فعشان كده بقول لحضراتكم ان الفترة اللي جاية مهمة جدا 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 بداية هذه الفترة كانت مباراة المقاسة السابقة النهاردة ان شاء الله تلات نقاط تدفع النادي الاهلي في العودة للمنافسة على الصدارة مع المتنافسين مرة اخرى